أهلاً ومرحباً بكم في قناتي شكراً لتسجيلكم بالقناة وشكراً لتعليقات الحلوة أخواتي لكي دخلوها لي دائماً في الفيديوهات هنا يقدرت هذه البطاطس ترناها وهي لما بغيناش بزاف الزيت ما بغيناش مقلية فاندلوا لها هكذا وغادي نقول لكم الطريقة والمقادير كلها نقدر ونقدمها مع مثلاً سوسيس أو اللحم مشوي أو هذا اللحم عادي مقلي أو لحت السمك مهم بعد ما نقشروها ونقشروها ونقطعوها مربعات صغيرات فنديروها الطيب في الماء مع شوية تعل الملح ومن بعد صفي نقطروها من اللي غادي نقطروها من ذاك الماء نديروها في شوية تعل زيت وصفي في المقلات وندرت فيها شوية البابريكا شوية هذا السيبولات إلا بغينا التوابل اللي بغينا على حسب الدوق المذق إذا فاشوية الملح ونقلوها شوية شوية بشوية نقليوها هكذا كما كتشوفرها ماشي بزاف الزيت ومن بعد صفي لكانت شوية من دايرة نقلعو من هادا كلا كانشي لاسقة وبينما نكونوا سواءاً لحم أو الصوسيس اللي كانوا احتل الحوت ونديروه سلاطة وهديك البطاطس كتكون طيب ونقلبو فيها مرة مرة من بعد كنوجدوه السلاطة صفي كتكون واجدة هديك البطاطس لانما كتديرش بزاف غاوشنو هي خصنا كل مرة قنقلبو فيها مرة مرة من بعد كنوجدوه السلاطة كل مرة خصنا نقلبوها وهاكذا كان مثلا وجدنا هذا السلاطة وهذا ورهم طيبين إذا فنقدموها مع ذيك البطاطة كتكون زوينة ما شاء الله وهكذا كتكون ونقدر نقدموها مع اللي بغينا سواء سمك أو اللحم اللي بغينا شكرا للمشاهدة سلام اشتركوا في القناة